نحن نسمع هذه المحاضرات القيمة ولكن ليس في أيدينا حول ولا طول لكن من للنوادي والمسلسلات والفيديوات وما ينضم إليها التي أفسرت الدنيا والدين معا على طلب العلم من أفضل وسعة ويفعل ما يستطيع العلماء مع أولاة الأمور ومع من له شعل في هذه المسائل بالكتابة والمناصحة وفي الصحافة وفي الخطابة وفي الاتصالات الخاصة وهذا هو الواجب وهذا هو الجهال في إصلاح وسائل العلام وفي غير دار لما السكوط لتبع علاج عندما العلاج بكلام طيب من أصل بالحسن لإن كان المنكر وفي الدعوة يلخيب وفي بيان العلاج في بيان الداء والدواء تنفر الداء وأضراره وخطره وتنفر معه الدواء حسب علمك وقد تختيب وتصيب ولا خلق يختيب ويصيب ويجتمع الصواب ويجتمع خطأ هذا وجه للسكوط وليجب على طالب العلم أن يكتب ويتكلم لحدود ما شرع الله له في الأن في قطبته في مجتمعاته ويجتمعاته مع إخوانه في مدرساته في تعليمه الأولاد لأنه كان أستاذا في أي جالك للوجوه يعلم ما شرع الله ويعلم ما أمر الله به ورسوله وينعى أمن الله عنه ورسوله ويناطب ويرتب إلى مسؤولين حسب علمه وحسب وليستبت ولا يوجد منه على علم يتعلم ويتفقه ويشارع هذا العلم حتى يكون على بينه وإذا كان على بينه فجفته ولينصع ولوجه ولستعين بالله عز وجل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أدنوا النصيح أدنوا النصيح أدنوا النصيح وبايع النبي صلى الله عليه وسلم يري ربنا عبد الله البجري على النصح كل وسلم والنصح يكون بالكلام والكتابة ويكون بالزعل والعمل الصالح ويكون بالخام ويكون بالخام والناس